كشفت وزارة التخطيط عن خطة تنمية خمسية للسنوات المقبلة كما تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لخفض نسبة الفقر في العراق لذلك ستكون مؤشرات مسح سوق العمل مهمة لهذه الخطط ووضع سياسات مناسبة لكل مفصل من هذه المفاصل ومعالجتها وأكدت الوزارة أن التعداد السكاني لن يكون بديلا عن المسح الاحصائي للقوى العاملة وأحدهما يكمل الآخر فيما أشارت إلى تحرك لخفض نسبة الفقر في العراق ومعرفة نسب البطالة وضعف مشاركة النساء في القوى العاملة فيما تستعد الوزارة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين كل من الجهاز المركزي للتقييس وسيطرة النوعية وهيئة الاعتماد العراقية مع مؤسسة المواصفات الأردنية ونظام الاعتماد الكويتي والمركز السعودي للاعتماد